السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي الصناعي أهلا بيكم مع مقدمة لمنهج الرياضيات للفصل الدراسي الثاني هنشوف الترمي التاني هندرس كام وحدة وإيه الموضوعات اللي عندنا إيه القوانين اللي موجودة عندنا وهنشوف مع بعض عندنا الترمي التاني تلتة وحدات فقط الوحدة الأولى وهي الدوال الحقيقية الوحدة الثانية وهو المنطق الرياضي الوحدة الثالثة الأعداد المركبة تعالوا مع بعض نشوف الدروس اللي عندنا لكل وحدة وإيه القوانين اللي موجودة فيها هنمسك الدوال الحقيقية الدوال الحقيقية عندي سبع دروس والدروس دي عبارة عن إيه عن المجال والمدى هنتعرف إزاي نجيب المجال والمدى وأطراض الدوال هعرف يعني إيه أطراض التزايد والتناقص والثبات أو الثبوت الدالة نوع الدالة هعرفها زوجية ولا فردية أو ليست زوجية أو ليست فردية وهدرس الدوال لكثيرات الحدود هاخد الدالة الثابتة ودالة الدرجة الأولى اللي هسميها الدالة الخطية ودالة المقياس اللي هي القيمة المطلقة والدالة التربيعية والدالة التكعيبية وأيضا عندي الدالة الكسرية يبقى أنا هضيف هنا كمان عندي الدالة الكسرية جميل ده كان الفصل الأول اللي هو أو الوحدة الأولى الدوال الحقيقية نيجي بقى للوحدة الثانية أسهل باب عندي وجميل جدا المنطق الرياضي ده تسع دروس بسيطة جدا هنعرف يعني تقرير تقرير بسيط ومركب العمليات المنطقية هنعرف أن في عندي زي الجمع والطرح والضرب والإسمة في عندي عمليات على التقارير اللي عندي هعرف الشرط هعرف يعني إيه علاقات منطقية هعرف يعني إيه تضمين وكل حاجة من دول هيكون لها رمز وهشوف الرمز ده آخر باب عندي الأعداد المركبة وهعرف إن رمز الأعداد المركبة كاف بالطريقة دي لإن في عندي كاف الأولى اللي هي الأعداد الكلية يبقى أنا في عندي هفرق بين كاف الأعداد الكلية وكاف هكذا الأعداد المركبة وهعرف بعد كده المجموعات اللي عندي من أول طاء وصاد ونون وكاف لحد ما نوصل إلى كاف بتاعتنا إلى الأعداد المركبة طيب إيه الدروس اللي عندي؟ هم عشر دروس العدد التخيلي وهنعرف اسمه تاء والعدد المركبة وهاخد العمليات الحسابية على الأعداد وهاخد المقياس والسعة وهاخد الثورة المثلثية للعدد المركب وهدرس حاجة اسمها نظري دي موافر وهشوف الجذور التربعية والتكعبية للعدد المركب وهاخد الواحد إيه؟ مثال وهاخد خواص الجذور التكعبية للعدد واحد تعالوا نشوف الكلام ده أنا عايز أفكركم بمواصفات الورقة الامتحانية احنا قلناها في الترمي الأول برضو هقولها لكم في الترمي التالي عندي خمس أسئلة السؤال الأولاني اختيار من متعدد بيجي أربع مفردات كل واحدة عليه درجة وأربع أسئلة كل سؤال عليه أربع درجات يبقى خمسة فأربعة بكام بعشرين وعندك خمس أعمال سنة قدر خمسة وعشرين نص الدرجة الكلية بتاع مدد الرياضيات لأن احنا عندنا الرياضيات من خمسين خمسة وعشرين ترمي أول وخمسة وعشرين ترمي ثاني خمس أعمال سنة وعشرين الورقة الامتحانية اللي هي اختبار نصف العام أو اختبار نهاية العام كان عندي هنا خلي بالك بس أركز معاك هنا إن درجة النهاية العام فيه عندي نهاية كبرى وصغرى يعني في النصف الاول ما كانش فيك كلام ده كان عندي العشرين تجيب اي درجة تنجح لكن هنا انت مطالب انك انت لازم تجيب خمسة فيما فوق يعني لازم ما تقلش عن الخمسة عشان تبقى ناجح كان عندي الورقة الامتحانية امتحانة بياخد كم زمن بياخد ساعتين ونص ده كان مهم جدا ان انت تبقى عارف الاسئلة اللي عندك طيب تعال بقى نشوف نبقى اول حاجة عندي الدوال الحقيقية في عندي المجال والمجال المقابل يمكن كنت عايز اقول لك في برحلة الاعدادية كنت بتعمل ايه بتقول لي ادي مجموعة بسميها سين وادي مجموعة صاد مثلا واحد اتنين تلاتة قلب با جيم دال وكنت بتعمل علاقة من العناصر بتاع سين مع العلاقة مع ايه صاد كنا بنسمي المجموعة الاولى المجال المجموعة الثانية المجال المقابل طيب في عندي مدى ايه هو المدى قال لي المدى العناصر اللي جالها سهل صور الاعداد او العناصر في المجال يعني الواحد صورته كان مين باء يبقى الباء صورة الواحد الالف كان صورة مين صورة الاتنين الجيم صورة التلات طيب الدال مالها الصور يبقى المدى اللي جاله سهمي بس كنا بنقول الالف وباء وجيم وكنت بكتب بيان العلاقة اللي عندي على صورة ازواج مرتبة طيب كل سهم هو زوج مرتب المسقط الاول في سين المسقط الثاني فصاد يعني واحد فصلة كان باء طيب اتنين مع مين عالف تلاتة مع مين مع جيم هل الدال اقدر اقوله ان هو وصله شيء لا يبقى انا كان عندي المجال المجال المقابل المدى بيان العلاقة بيان ايه العلاقة جميل جدا تعالى نشوف احنا هنعمل اي دلوقتي في قال لي اي علاقة من سين اللي صاد تسمى دالة اذا كان كل عنصر من سين صغير ينتامل المجموعة سين الكبيرة يظهر قمسقط اول لسه اقولك المسقط اهو مرة واحدة فقط في احد الازواج المرتبة المحددة لبيان العلاقة يعني سين وصاد ده بيان الدالة لما كل عنصر في المجموعة الاولى اللي هي المجال يظهر مرة واحدة بس يبقى في الحالة دي اقول على العلاقة دي دالة طيب اذا ظهر مرتين اقوله ليست دالة طيب لو ما ظهرش خالص لي صور اقوله ليست دالة واحد يقوله يعني ايه الكلام ده اقوله يعني لو انا عندي هنا واحد اتنين تلاتة الواحد بقت كده التلاتة دي لم يظهر لها صور يبقى ليست دالة طيب يبقى دي ليست دالة نفس الكلام واحد اتنين تلاتة الواحد للالف والواحد للبق اتنين للتلاتة اتنين للجيم والتاتة للدالة هذه ايضا ليست دالة ليه لان الواحد طلع منه سهمين بقى ليه صورتين وانت شرط الدالة ان هنا اي عنصر في سين له صورة واحدة فقط يبقى خلي بالك عشان تقدر تيه طيب ايه هو المدى مجموعة عناصر الصور في المجال المقابل زي ما قلنا اللي هيجيله سهم التي يكون لكل منها اصل في مجموعة المجال ودال التعريف مدى الدالة صاد حيث صاد جزء من دال سين والسين تنتمي لسين المجموعة سين او بنكتبها دال سين حيث سين تنتمي الى سين جميل ايه العمليات اللي على الدوال مش انت عندك جمعه طرحه ضربه اسمه نفس الكلام اذا كانت دال واحد ودال اتنين دالتين مجالهم ميم واحد وميم اتنين على الترتيب يعني مجال دال واحد هو ميم واحد ومجال دال اتنين هو ميم اتنين فمجال المجموع او الطرح هو تقاطع المجالين يبقى ميم واحد تقاطع ميم اتنين ايضا في الضرب هو تقاطع المجالين اما القسمة بنزود شيء اللي هو تقاطع المجالين يعني مجال الاولى تقاطع مجالة تانية فرق النقص دي عم بسميها فرق فدال اتنين مجموعة اصفار المقام يبقى دي بسميها ايه مجموعة اصفار المقام يعني اللي تجعل المقام يساوي صفر جميل اول ايه هي اطراد الدالة اطراد الدالة اللي هي الفترات اللي بتكون فيها الدالة تزايدية او تناقصية او ثابتة ليها تعريف ايوة تزايد الدالة بص للرسمة اللي عندك بدأت من الف الى باء بنلاقي الدالة تزداد الى الفوق ترتفع يقال الدالة دال انها متزايدة في الفترة من الف لباء لو خدت عنصرين سين واحد وسين اثنين على المحور هنا عندي سين واحد وسين اثنين هيبقى على السينات هنا دال سين واحد وهنا دال سين اثنين هنلاقي ان دال سين واحد اكبر برضو من دال سين اثنين لكل سين واحد وسين اثنين تنتمي للفترة الف وباء يبقى لما بتاخد عددين هنا سين واحد وسين اثنين هنلاقي ايه لو انت وصلت هنلاقي الصورة بتاعتهم على محور الصداف يبقى لو بدأت بسين واحد اكبر من سين اتنين يبقى دال سين واحد اكبر من تظل العلامة اكبر كما هي اقوله الدالة متزايدة طب امتى تبقى متنقصة لو خدت جيموا دال خدت هنا عددينهم سين واحد وسين اتنين صورتهم هنا دال سين واحد وهنا دال سين اتنين خلي بالك بتلاحظ ان الدالة مالها بتنزل لتحت يبقى اقوله الدالة تناقصية يبقى سين اتنين اكبر من سين واحد هيلحظ ايه ان دال سين واحد اصغر من دال سين ايه اتنين طب انا عايز اوضح هنا برضو هاخد ان دال سين واحد اكبر من اتنين عشان تبقى ماشية مع المسألة يبقى دال سين واحد اصغر من دال سين اتنين بدأت باكبر وصلت الاصغر يبقى اقوله الدالة متنقصة امتى تكون الدلة ثابتة اذا لقيت ان الدلة دي تفضل تسوي نفس العدد دل سين تسوي الف هنا الف هنا الف هنا الف هنا الف لو انت خدت اي عدد هنا الدلة هنا ثابتة فهنا عندي اصبح ثلاث فترات اللي هي ايه التزايد التناقص عندي ايه الثبوت الدلة يبقى انا في عندي لو رسمتلك رسمة دلوقتي وقلتلك ادي المحورين هون والدلة دي كتمشي كده تقدر تقولي بقى التزايد فين والتناقص فين بسيطة جدا وكل وده ممكن نجيبها في الاختبارات اكمل قال لك الدلة ثابتة من الف لبقى تناقصية تنزل من بقى لجيم تزايدوية من جيم لإيه لدال عملية سهل طب بكتب الفترات ازاي فترات مغلقة يعني الف وبقى نجيم نمسك الاول باق وجيم الفترة التانية جيم وايه ودال فترات مغلقة جميل اول طب امت تكون الدلة بقى زوجية وفردية نوع الدلة دي ايه قال لك الدلة دي نقول عليها زوجية اذا كان دل سالب سين يساوي دل سين لأي عددين سين وسالب سين ينتمو لسين طيب وامت نقولها فردية اذا كان الدل سالب سين تساوي سالب دل سين خلي بالك بقى في الدلة الزوجية دي شكل الدلة عامل ازاي اقول له الدلة هنا الدلة الزوجية الدلة الفردية في الدلة الزوجية المنحنة متماثل حول ايه محور الصادات يعني زي كده المنحنة متماثل حول محور الصادات ايه كمان ايه من اشهر الدول الزوجية الجتاء والجزر التربية طب الدلة الفردية كده ادي المنحنة اهو هتلاقيها مشكل المنحنة مالو متماثل حول مين ها حول النقطة دي اسم ايه نقطة الاصل نقطة ايه الاصل طب من الدول الفردية ايه الجاء والضاء من اشهر الدول الفردية جميل جدا كده انا عرفت نوع الدلة وعرفت الاطراض تعال نشوف الدول لكثيرات الحدود بقى عندي مين الدلة الثابتة ده السين بيستوي جيم عدد طيب تمثلها بيانيا بخط مستقيم افقي على بعد جيم من محور السناد لو كان موجب او سالب هنا كان عند اربعة بقى فوق هنا عند سالب تلاتة تحت مجال الدلة دي ايه حا اما المدى هو العدد نفسه العدد لو كان اربعة او سالب ايه تلاتة دي الدلة الثابتة طب الدلة الدرجة الاولى قال لك دلة الدرجة الاولى اللي هي بسميها الدلة الخطية يبقى هنا تسمى يبقى اكيد تمثل بخط مستقيم طب صورتها ازاي دال سين تسوي الف سين زائد باء لكل سين ينتمي المجموعة الادة الحقيقة بس بشرط الالف لا يساوي الصف ليه يا استاذ ما لو انا حطيت الالف بصف يبقى ما فيش الحد ده اصبحت دلة ثابتة فانا بقولك شرط الالف لا يساوي الصف طب نمثلها بيانيا ازاي بخط مستقيم ميله الف اللي هو معامل سين ويقطع مسافة قدرها باء من محور الصداد ونقطتي تقاطعه مع المحورين صفر وباء وسالب باء على الف وصفر طيب الدلة دي مجالها حق والمدى بتاعها ايضا ايه حق اعطيلك هنا مثال اعطيك رسمة وبقولك المجال والمدى والدلة التزايدية امتى وتناقصية امتى وثابت امتى مجال الدلة خد بقى اخد قاعدة جميلة جدا يعني ركز معي المجال بجيبه على محور السينات المجال بجيبه منين؟ من محور السينات اما المدى بجيبه على محور الصداد تاني بقى يبقى ازاي تجيبلي المجال لو كان من الرسم بجيبه من محور السينات ومن اليسار الى اليمين ايضا المدى على محور الصداد من اسفل الى اعلى ماشي؟ لو كان الرسمة لو عندي مثلا دلة تربعية وكان المنحنة لفوق يبقى من تحت الفوق طب لو كان عندي دلة تربعية بس المنحنة لتحت يبقى جميل من فوق لتحت تعالى نشوف بقى في مسألتنا دي مجال الدلة دي هو رسم لي من اول صفر الى كام؟ الى خمس يبقى المجال عندي الفترة كام وكام؟ اقول له صفر وخمس برافو عليك طب المدى من اول الصفر برضو الى كام؟ الى اتنين يبقى المدى صفر واثنين طب الدلة تزايدية فين؟ تزايدية هنا من صفر واحد يبقى الفترة صفر واحد طب تناقصية فين؟ تناقصية هنا من ثلاثة الى خمس من ثلاثة الى خمس طيب ثابتة فين؟ من هنا الى هنا من واحد لثلاث يبقى ممكن يجي لي سؤال زي كده في الاختبار اكمل ويجي لي رسمة وقول له طلع منها ايه؟ المجال والمدى وممكن نعد الدلة كمان طيب تعال نشوف كمان ايه عندي؟ دلة المقياس اللي هي القيمة المطلقة تعرفها ايه با؟ قال لي لو سين عدد حقيقي فالمقياس ده القيمة المطلقة للسين تعرف ازاي؟ القيمة المطلقة او مقياس سين تساوي اكبر العددين سين وسالب سين اخد اخد اكبر عدد منهم ويعني ايه؟ اكبر العددين سين او سالب سين دي القيمة المطلقة ودائما القيمة المطلقة تطلع عدد موجب طيب مجالها ايه؟ اولا ترسم بفرعين زي كده لان لما احنا نعيد تعريف الدلة هتبقى تعريف الدلة دي هكذا هيكون عندي القيمة المطلقة للسين هتعرف مرة موجب سين ومرة سالب سين لما السين اكبر من او تساوي الصف والسين اصغر من الصف لما تيجي ترسم الدلة هيبقى لها فرعين في النص هنا كده يصنع زيوة خمسة واربعين ادي اللي هو ده السين وده اللي هو سالب سين طبعا عشان ترسم افكرك بعدادي ان تحط قيمة لسين وقيمة لصاد اللي هي ده السين يعني مثلا تقول صفر واحد اثنين وتعوى سين بصفر يبقى الصاد بصفر سين بواحد بواحد اثنين يبقى صفر واحد واحد اثنين واثنين وتوصل بين الثلاثة دول هيطلع عندي على خط مستقيم نفسي الكلام هنا سالب سين هنلاقي دي شكل دالة المقياس طيب المجال قالك مجموعة الاعداد الحقية اما المدى في رسمتنا دي من اول الصفر الى ما لا نهاية من اول الصفر الى ايه الى ما لا نهاية هل دالة المقياس لها خواص ايها انت ضائمة اكبر من او الصفر يعني ما تطلحش سالب ابدا طيب لو القيمة المطلقة للسين بيصوصفر في الحالة دي قالك سين بيصوصفر يعني العدد اللي جوه دا يطلع بصفر طب الاقابة المطلقة للسين صاد حصل ضربهم قال لك يساوي القيمة المطلقة للسين في ضرب القيمة المطلقة للصار أما القيمة المطلقة للجمع ما بيسويش أصغر من أو يساوي يبقى هنا عندي يساوي صريحة أما في الجمع أصغر من أو يساوي القيمة المطلقة للسين زي القيمة المطلقة للصار هنا عندي نتائج مهمة جدا ودي اللي بحلي بها التمريد القيمة المطلقة للسين أصغر من الألف بشين القيمة المطلقة وودي العدد ده النحية التانية بإشارة سالب يبقى سين أكبر من سالب ألف وأصغر من ألف طب لو في عندي عدد هنا بودي العدد بضيف العدد ده مرة بالموجة بمرة بالسالب يبقى هنا عندي سين بساوي باق نقص ألف أصغر من أو تساوي باق زائد ألف واحد يقول لي طيب أنا عايز أوضح الكلام ده هقول له تعالى شوف كده القيمة المطلقة سين أصغر من أو تساوي خمس بتحلها ازاي تشير قيمة المطلقة تحط هنا أصغر من أو تساوي زي ما هي خمسة تود النحية التانية تعكسها تبقى أكبر من نفس العدد بس بإشارة مختلفة دايما سالب هتبقى بنفس الطريقة دي طب لو أنا عندي سين زائد اتنين أصغر من ثلاث خلي بالك لو هنا فيه تساوي أحط التساوي ما فيش تساوي ما حطش تساوي يبقى سين زائد اتنين هنا كام؟ ثلاث النحية التانية هتبقى كام؟ سالب ثلاث عشان تحل هذه المتبينة عايز تخلاسين بس هتضيف للأطراف الثلاثة كام؟ المعكوس الجمعي لاثنين يعني هنا سالب ثلاثة وسالب اتنين هنا ثلاثة وسالب اتنين هنا اللي اتنين هتروح مع سالب اتنين تجمع دي تبقى سالب خمسة ودي بواحد يعني سين أكبر من سالب خمسة وأصغر من واحد يعني الفترة اللي عندي سالب خمسة واحد دي مفتوحة ودي ايه؟ مفتوحة خلي بالك لما يكون أكبر من أو يساوي أصغر من أو يساوي يبقى الفترات مغلقة اكبر بس واصغر من يبقى الفترات ايه مفتوحة جميل خالص طيب نفس الكلام بقى لما يكون بقى اكبر هل فيه اختلاف اه تعالى نشوف كده هل لو كان عندي العدد علامة التباين اكبر اه سين اكبر من او يسوي خمس قالك هنا بقى هنقسم الديمر لنصين كأنهم متبينتين سين اكبر او تسوي خمسة عادي النحية التانية اعكس الاكبر منها هتبقى اصغر من او يسوي والعدد ده خليه سالب يبقى دي فترة من خمسة الى ما لا نهاية وهنا فترة من سالب ما لا نهاية لسالب ايه خمسة طيب لو نفس الكلام لو عندي عدد مع السين عادي خالص سين نقص واحد اكبر من التلات برضو هقسمها الى جزئين سين نقص واحد اكبر من التلاتة زي ما هي خالص ما فيش اهو اختلاف الا بس شلت القيمة المطلقة وهنا عندي سين نقص واحد اعكس الاكبر طبق اصغر وحط اشارة السالب وكمل حلك ودي الحارة التانية وغير الاشارات وطلع ايه الحل وهنشوف الكلام ده لما نيجي نشرح ايه الحلو طيب دي كانت دلة المقياس تعالى نشوف الدلة اللي هي دلة الدرجة الثانية في متغير واحد تعالى نشوف كيف شكلها الصورة العامة الدلة التربعية دي وازاي ارسمها وازاي اجيب المجال وازاي اجيب المدى دلة الدرجة الثانية في متغير واحد بسمى الدلة التربعية ده السين بالساوي عندي ألف سين تربيع زائد باء سين زائد جيم زائد ايه زائد جيم والألف هنا شرط لا يساوي الصفر واحد برضي يقول ليه اقول له لو انت حطيت الألف بصفر اصبحت ده اللي من الدرجة الاولى فهنا بيديك شرط ان المعامل بتاع سين تربيع لا يساوي الصفر مجالها ايه المجالها حق المدى بتاعي حسب ما برسم لو الألف مجب او سالب من صفر المالة نهاية او مالة نهاية ايه الى صفر لما يكون الدالة سين تربيع بس وانا هديك مثال عليها الدالة سين بالساوي سين تربيع الدالة دي زوجية ليه لان المنحنى متماثل حول محور الصداد النقطة صفر وصفر بسميها رأس المنحنى المدى من اول صفر الى مالة نهاية المجال حق مجموعة الاعداء المنحنى ده مفتوح لمين لا اعلى طيب الدالة دي تزايدية في جزء وتناقصية في جزء تزايدية هنا في الجزء ده يبقى من صفر الى مالة نهاية طيب تناقصية في الجزء ده يبقى من سالب مالة نهاية الى ايه الى صفر ده كان الدالة بتاع الدرجة التانية طيب دالة الدرجة التالتة اللي هي التكعبية شكلها ازاي الصورة العامة دال سين بيساوي الف سين تكعيب زائد بق سين تربيع زائد جيم سين زائد دال برضو شرط الالف لا يساوي الصفر والالف والباء والجيم والدال اعداد حقيقية هناخد مثال دال سين بيساوي سين تكعيب مجالها حه ومده حه مفيش مشاكل خالص ده كمان فيه حاجة مهمة جدا ان الدالة تزايدية على مجالها دائما مفيش تناقص تبدأ من اول هنا لحد فوق طيب المنحنى متماثل حول نقطة الاصلة يبقى الدالة دي ايه فردية يبقى انا عندي شكل الدالة الزوجية والفردية وعرفت ايه شكله الدالة الكسرية دال سين بيساوي واحد على سين زائد الف يعني بسطه مقام هناخد مثال على واحد على سين المجال حهم عدد صفر خلي بالك الصفر مش دخلها جوه الدال المدى ايضا حهم عدد صفر المنحنى متماثل حول نقطة الاصل هنا هون هتلاقي الجزء ده زي الجزء ده يبقى الدالة دي فردية النقطة صفر وصفر تسمى نقطة التماثل طب الدالة دي تناقصية ولا تزاودية دائما تناقصية عندك من اول اليسار تمسك من اليسار لحد ايه تنزل ايه برضو اليسار لحد ما تمشي مين هتلاقي الدالة تناقصية على مجالة جميل اولا تعالى بقى نشوف الوحدة الخمسة طب واحد يقول لي تم ما فيه وحدتين كده ماش موجودين معنا اقوله دول مش على ايه بقى على جميع الاقسام على اقسام معينة بس فانا عندي هنا الوحدة الخمسة المنطق الرياضي خلي بالك بقى ده باب جميل جدا 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 سهل وجميل وحلو طب انا عملا رغب فيه قوي هو المنطق ده يعني اتنشأ ليه قالك المنطق انشئ لينظم عملية التفكير ان احنا نفكر والناقش مع بعض ماشي واخضعها لقسس موضوعية اقولك اذا كان فانا يعني واحد مثلا في الشتاء اقولك لو كانت الدنيا تمطر وفيه قال لا البس ملابس ثقيلة او ما تطلعش من البيت خالص فبقولك اذا فانا هللاقي هنا عندي في الباب ده جميل جدا هللاقي فيه الادوات اللي انا هستخدمها النفي والعطف والوصل وهلاقي فيه اشياء كتيرة جدا واذا فانا اللي هو الشرط وهشوف لها رموز مع بعض تعال نشوف اول حاجة عندي من التعريف التقرير يعني ايه التقرير التقرير هو جملة خبرية تحمل معنى محددا وهو يكون اما صادقا ويسمى تقريرا صوابا بص معي هن ركز معي ايه هو التقرير جملة خبرية تحمل معنى محددا وهو يكون اما صادقا وفي الحالة دي يسمى تقرير صوابا يعني اقولك ايه الشمس تشرق من الشرق اه فعلا ده تقرير صواب طيب او كاذبا ويسمى تقريرا خاطئا او كاذبا زي ما اقولك ايه الاسد حيوان اليف حد بيربي اسد في البيت لا يبقى في الحالة دي هذا يسمى تقريرا خاطئا طيب ايه التقرير البسيط والمركب قال لي البسيط العبارة التي تحمل خبرا واحدا هو خبر واحد بس تشرق الشمس من الشرق طيب المركب العبارة التي تحمل اكثر من خبرا واحدا فيها خبرين يعني تشرق الشمس والسماء ممطرة حالين او السماء ايه صافية انا في عندي حكتين مع بعض طيب ايه العمليات المنطقية مش انت عندك عمليات جبرية جمعه طرحه ضربه اسمه على الاعداد هنا بقى عندي في عمليات منطقية هي ادوات ربط اه هتربط شبيهة بادوات الربط في اللغة زي اللغة اللي عندي ولكن لها معنى محدد كعملية منطقية مش انت عندك بتقول و او او برضو عندي هنا في و او طيب تعال نشوف اول حاجة عندي النفي رمزه شايف المد ده ده رمز النفي طب لو كان التقرير او نفي التقرير لو التقرير صواب يبقى نفيه خطأ طب لو كان خطأ يبقى نفيه صواب طب احنا عايزين نتعامل بالرموز بقى قال لك هنرمز للتقرير بالف يبقى نفيه نفيه ألف وهنختار العددين واحد وصفر بالانجليزي الصواب واحد والخطأ صفر ركز بقى يبقى انا عندي هنا الواحد ده ايه صواب والصفر لو وزيره ده يعني خطأ احيانا في بلاد اخرى كنا بقول الصواب صاد والخطأ خاء ايضا ماشي طيب يبقى انا عندي هنا واحد وصفر ركز عشان ده اللي احنا نستخدمه كتير اول اداة من الادوات اسمها العطف دي رمزها عمزة تمانية خلي بالك كلهم عمليات منطقية ثنائية يعني تربط بين تقريرين عملية منطقية ثنائية يعني بين اتنين ما ينفعش مع واحدة طيب رمز و طيب ورمزه رياضيا ايه اللي هو التمانية يبقى العطف و ورمزه رياضيا تمانية طيب لما يجيني الف وباء خلي بالك هنا بقى بركز معي انا عايز اشوف احتمالين للايه لتقريرين مع بعض ركز معايا كده وشوف بص عندي تقريرينهم انت عارف التقرير الواحد يا اما صواب يا اما خطأ طيب لما خدهم الاتنين مع بعض تعالي نشوف الحالات كده يا اما الاول صواب والتاني صواب صح يبقى دي اول حالة يا اما الاول صواب والتاني خطأ يبقى الحالة التانية طيب ممكن نعكس الحالة التالتة اقوله الاولان خطأ والتاني صواب الحالة الرابعة الاول صواب خطأ والتاني خطأ يبقى انا عندي كم حالة لما يكون فيه تقريرين اربعة يا إما الاتنين صواب أو الاتنين خطأ الاتنين اللي في النص الأول صواب والتاني خطأ أو الأول خطأ والتاني صواب يبقى أنا عندي هنا أربع حالات ماشي ودي مهمة جدا لما نحل بها التمارين تعال نشوف هنا عندي هنا الألف والباء طيب الألف دي هنديها إيه مرة صواب مرة خطأ مرة صواب مرة خطأ أما الباء اتنين صواب واتنين خطأ تعال نشوف يبقى الحالة الأولى صواب صواب خطأ صواب صواب خطأ 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 يبقى مرتين فيهم خواب وخطأ ومرتين يئمة كلهم صواب يئمة كلهم إيه خطأ طيب إلا حالة العطف الأداة بتاع العطف دي واب إمتى يكونوا صواب قال لك ده بيكون صواب لما يكونوا هما اتنين هم صواب بس يعني الأولى صواب والتانية صواب تطلع صواب واحد اللي هي رمزها واحد أما أي حاجة تشمي فيها الخطأ كلها خطأ يبقى صواب وخطأ خطأ خطأ وصواب خطأ خطأ وخطأ خطأ يبقى أقول له حالة واحدة صواب كلا من الألف والباء ايه صواب وفيما عادة ذلك الألف وباء خطأ دي أول حاجة عندي طيب تعال نشوف التانية اسمها الفصل رمزها أول ورمزها رياضيا عامل زي السبعة أو الفي قال لك برضو عملية منطقية ثنائية يعني بين اتنين تربط بين تقريرين تربط بين تقريرين جميل كده حلو قال لك برضو بين الألف والباء طب ده بيقول لك بقى عكس دكت حالة واحدة خطأ حالة واحدة ايه خطأ لما يكون اللي اتنين خطأ هناك حالة واحدة صواب لما يكون اللي اتنين صواب عشان تبقى تفرق بينهم هنا حالة واحدة خطأ طيب نفس الكلام يبقى كله صواب مع ده الحالة الأخيرة ايه خطأ الشرط اللي هو سهمي من جهة واحدة اذا كان فإن اذا كان فايه فإن قال لك حالة واحدة خطأ لما الأولى صواب والتانية خطأ حتى كنا بنقول للطلاب صخ اللي هي صخ هي اللي خطأ أما الباقي يقول له ايه صواب عندي الشرط الثنائي إذا وفقت إذا برضو عملية منطقية ثنائية مالها بيكون فيهم حالتين حالتين ايه صواب وحالتين خطأ حالتين صواب وحالتين ايه خطأ طب امتى يكون صواب لما يكونوا متشابهين يبقى صواب صواب وخطأ خطأ بيكون صواب أما فيه اختلاف بيطلع عندي هنا ايه مختلفين تعالوا نشوف مع بعض يبقى لعندي الحالة الأولى والحالة الأخيرة اتنين هم ايه صواب حالتين صواب بص معي هنا في حالة قيمة الالف تصوي قيمة البا وعندي هنا يكون خطأ إذا اختلفت قيمة الالف عن قيمة ايه البا جمعتهم لك في جدول وخلي بالك من الجدول ده الالف والبا يبقى لما تيجي ترسم بعد كده وتحل التمرين تقول لي بعمل عمود لالف وبا ثم أربعة صفوف وحط فيهم الالف مرة صواب وخطأ البا اتنين صواب واثنين ايه خطأ تعالوا نشوف العلاقات المنطقية قال لي التكافئ اللي هو رمزه زي يساوي بس بزود عليه شرط يعني ثلاث شرط يقال أن تقريرين ألف وبا متكافئان إذا كانت قيم صدق ألف هي نفسها قيم صدق ايه با في جميع الأحوال يعني كله يطلع زي بعض وبقول له ألف يقافئ با أما التضمين إذا كانت تقرير الشرطي ألف فإن با صواب دائما فبقول دي تضمين ورمزه هيبقى السهم مغلص يبقى السهم من جهة واحدة ليس زي الشرط هنا الشرطة واحدة لا هنا اتنين ونقرأها ايه ألف يؤدي با آخر حاجة عندي في الباب ده طريقة تكوين الجدول هديك مثال وكيف يقرأ نفي ألف وبا يكافئ نفي ألف أو نفي با هنا يطلع عندي سبع أعمدة بتعمل ازاي عمودان لألف وبا ثم أربعة صفوف دي أول حاجة تبدأ بيها عمود للنفي لقيت نفي ألف أو نفي با أعمل له عمود أما النفي قبل القص ما لهش يبقى عمود للنفي ألف ونفي با عمود لما بداخل الأقواس لو في عندي أقواس اللي جوه ده أعمل له عمود يبقى كده عندي عمودين وعمودين أربعة عمود خمسة عمود لكل طرف على حدة الطرف الأيمن عمود والطرف الأيصر عمود يبقى أنا عندي أصبح فيه عندي هنا سبع أعمدة عندي كم عمود عندي سبع أعمدة يبقى خلي بالك لما تجيلي مسألة زي كده تقول له ايه عمودان لألف وبا ثم أربعة صفوف تجيلي عمود كده مبدئيا يبقى دي أي مسألة جيلك طيب عملت عمود ألف وبا عمودين لنفي يبقى نفي ألف ونفي با طيب ما بداخل الأقواس ألف وبا عمود على حدة يبقى نفي ألف وبا وين نفي ألف أو نفي با يطلع عندي كام هنا سبع أعمدة جميل جدا تعال بقى نشوف الباب الأخير وهو الوحدة السادسة اللي عندي اللي هي ايه الأعداد المركبة ورمزها ايه تفقنا في الأول كاف بالطريقة دي أعرفك بس الأول مجموعة الأعداد السابقة اللي انت درستها الطبيعية طا الكلية طبعا الأول ما فيهش صفر يعني واحد اتنين ثلاثة اربعة عشان قلتلك فيه كاف العادية اللي هي كاف اللي هي دي دي الكلية اللي هي واحد اتنين ثلاثة إلى ما لنهاية ضيف معها الصفر تسمى الطبيعية طا ضيف معها السالب تسمى الصحيح حصاد ضيف معها الكسور تسمى النسبية نون طب مجموعة الأعداد الحقيقية هي اتحاد للنسبية وغير النسبية ضيف عليها الجذور والنسبة التقريبية يطلع عندي هنا ايه مجموعة الأعداد الحقيقية طب مجموعة الأعداد التخيلية تاء اللي هي كل العناصر اللي فيها ألف تاء حيث الألف عدد حقيقي القوة الصحيحة للعدد تاء تاء تربيع دايما بسالب واحد يعني هنا تاء بيسوي جزر سالب واحد وهنا لما يجب تربع الجزر يروح يتفضل عندي سالب واحد تاء بتاء تكعيب كأنها تاء تربيع في تاء يعني سالب تاء 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 السربعة كأنها تاء تربيع في تاء تربيع يعني يطلع مجاب واحد كل الحاجات دي هنشوفها في التمرين لما نيجي نشرح المنهج تاء الخمسة يعني يطلع بتاء مجموعة بقى الأعداد المركبة كيف تعرفها ازاي سين زائد تاء صاد سين زائد ايه يعني عدد حقيقي وعدد تخيلي السين تنتمي الحق والصاد برضو حق عدد حقيقي بشرط هنا عندي تاء تربيع بالسوي سالب واحد يبقى ده تعريف مجموعة الأعداد المركبة هللاحظ بقى ان ايه كاف العادية بتاعتنا دي جزء من طا جزء من صاد جزء من نون جزء من حا يعني اكبر مجموعة وصلنا لها حتى الان هي مجموعة الأعداد المركبة تمام طب انا عايز بقى احل تمرين اقوله تعالى ادي لك بقى شوية حاجات مهمين جدا تساوي عددين مركبين العدد الاولاني سين واحد زائد تقصاد واحد ده الحقيقي وده التخيلي العدد التاني هسميه عين اتنين اللي هو سين اتنين زائد تقصاد اتنين امتى عين واحد يساوي عين اتنين قالك بشرط لو الحقيقي يساوي الحقيقي والتخيلي يساوي التخيلي يعني سين واحد يساوي سين اتنين وصاد واحد يساوي صاد اتنين طب بقولك لو كان سين زائد تقصاد بيساوي صفر العدد ده بيساوي صفر قالك بقى ان السين بصفر والصاد بايه بصفر يعني الحقيقي هيطلع بصفر والتخيلي هيطلع بصفر جميل خالص برضو من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجينها جمع عددين مركبين لو كان العدد الاولي انا عرفتك بقى عين واحد بسن واحد زي التقصد واحد عين اثنين بسن اثنين زي التقصد اثنين الجمع بتعمل ايه قالك يا سيدي بتجمع الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي طب واحد يقول لي اديني مثال على السريع كده اقولك العدد الاولاني اثنين زي التلاتة والعدد التاني خمسة ناقص سبعة انت عايز تجمع الاتنين دول مع بعض هتقول له عين واحد زائد عين اثنين اجمع يا عم اثنين زائد خمسة واجمع تلاتة زائد سالب سبعة يبقى هنا بسبعة تلاتة ناقص سبعة بكام يا استاذ اربعة تا يبقى ده ناتج الجمع الحقيقي طلع سبعة والتخيلي كام سالب اربعة التخيلي طلع كام بسالب اربعة جميل خالص طب احنا كده عندنا بنشوف الاعداد اللي لما قلنا في الجمع بنعمل ايه بنجمع الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي تعالي نشوف الضرب كده هنعمل ايه ضرب عددين مركبين ضرب عددين مركبين عين واحد في عين اثنين اللي هو ايه عندي هنا سين واحد في سين اثنين نقص صد واحد صد اثنين ده الجزء الحقيقي خلي بالك الاشارة سالب هنا زائد تا في سين واحد صد اثنين زائد سين اثنين صد واحد خلي باك بدلنا هنا سين مع صد وصد مع سين تعالي بقى نشوف تاني كده عشان نكتب القانون هقوله عين واحد في عين اثنين يسوي ايه سين واحد سين اثنين نقص صد واحد صد اثنين زائد تا في سين واحد صد اثنين زائد سين اثنين صد واحد تعالي نشوف لو ضربنا المسألة دي هقوله عين واحد في عين اثنين انت قلتنا يا استاذ في جزئين اهو هنا ناقص وهنا زائد وهنا تا سين واحد سين اثنين اثنين في خمسة بكم بعشر طب صد واحد في صد اتنين تلاتة في سالب سبعة بسالب واحد وعشرين في سالب اللي الزق دي تيبقى موجب واحد وعشرين طيب انت قلتلنا نعمل ايه هنضرب سين واحد في صد اتنين سين واحد في صد اتنين يعني اتنين في سالب سبعة يبقى سالب اربعتاشر و تلاتة في خمس بخمستاشر اجمع بقى يبقى واحد وتلاتين وهنا سالب اربعتاشر زق خمستاشر يبقى واحد زائد واحد تا ما بكتبش الواحد يبقى حاصل الضرب واحد وتلاتين زائد واحد تا الحقيقي واحد وتلاتين والتخيل ايه واحد جميل خالص هل هناك خوص الجمع والضرب ايوة خوص الجمع ابدالية يعني تبدل دامجة لو كل تلاتة مع بعض وفيه عنصر محايد هو انا الصفر والمعكوس اللي عندي غير الاشارات لو عين يبقى فيه سالب عين طيب سالب عين ده اللي هو عبارة عن ايه سالب سين ناقص داء صاد طيب خوص الضرب ايضا ابدالية دامجة يوجد عنصر محايد اللي هو مين الواحد طيب فيه معكوس ضربي ايوة لكل عين ينتمي الكاف يوجد عين قص سالب واحد ده هو المعكوس الضربي وده يجي ازاي الحقيقي على مربع الحقيقي والتخيلي يبقى سين على سين تربيع زائل صاد تربيع زائل سالب صاد على سين تربيع زائل صاد تربيع ايه تاء عشان ده جزء ايه التخيلي جميل خالص عندي بعد كده فيه قسمة عددين مركبين عشان تجيب بالقسمة برضو نفس الكلام بس هنا طويل شوية عين واحد على عين اتنين بساوي سين واحد سين اتنين زائل صاد واحد صاد اتنين خلي بالك هنا عكس هنا موجب وهنا ايه سالب زائل تاء في سين اتنين صاد واحد ناقص سين واحد صاد اتنين على سين اتنين تربيع زائل صاد اتنين ايه تربيع احيانا افكرك بالقانون العام اللي خدناه في اعدادي لحل معادلة من الدرجة التانية بيطلع عندي جزرين سالب باق موجة بالجزر التربيع الباق تربيع ناقص 4 ألف جيم على 2 ألف اللي جوه الجزر ده كنت بسميه المميز خلي بالك لو انت فاكر بسميه المميز اللي هو ايه باق تربيع ناقص 4 ألف جيم المرة التانية الاشارة اللي قبل الجزر تيبقى سالب يبقى سالب باق ناقص الجزر التربيع الباق تربيع ناقص 4 ألف جيم على 2 ألف طيب المقياس والسعة لعدد مركب العالم أرجاند قال لك ان انا هجيب المقياس بتاع العدد ده وسميه لام وده بيسوي الجزر التربيعي للحقيقي زائد مربع الحقيقي زائد مربع التخيل يبقى لام يسوي القيمة المطلقة العين يعني سوي الجزر التربيعي لالف تربيع زائد بقى تربية لو الالف وإيه والبقى طيب سعة العدد بسميها رمزها سع عين ودي الزاوية بتاعتنا اللي هي تبقى ايه هاء دي المقياس والسعة طب الصورة المثلثية للعدد المركب لو رجعت تاني قلت لك عين بيسوي سين زي التأصاد الصورة بيسوي ايه عين يسوي لام لام انت عارف تجيبها ازاي في جتها زي التاء جاءها تب لام اللي هو القيمة المطلقة لعين وهاء اللي هي سعته بيدها لك الزاوية في المسألة طب المقياس والسعة لحاصل ضرب عددين مركبين وخرج القسمة لو انا كتبتلك الصورة المثلثية للعدد عين واحد لم واحد جتها اق واحد زي التاء جاءها واحد على عين اثنين لم اثنين جتها اثنين زي التاء جاءها واحد الضرب بيسوي ايه والقسمة قال لك الضرب اضرب لم واحد في لم اثنين في جتها اجمع الزاويتين ها واحد زي التاء اثنين في تاء جاء اجمع الزاويتين ها واحد زي التاء اثنين طب لو رفعت القس ارفع برضو القس عين قس نون يبقى لام قس نون واضرب هنا في الزاوية جت نون ه زا اتا جا ايه نون ه عندي هنا مقياس وساعة بقى خارج القسمة لو قسمت عين واحد على عين اتنين يبقى لام واحد على لام اتنين هنا كنا بنجمع هنا نطرح هنا كنا بنضرب هنا بنقسم يبقى جت ها واحد نقص ها اتنين زا اتا جا ها واحد نقص ايه ها اتنين اعطيك نتيجة بقولك لو العدد المركب عين مقياسه لام وساعة ها فالمعكوس عين سلب واحد مقياسه واحد على لام وساعة سالب ها يعني المعكوس الضربي يبقى واحد على لام والزاوية هتبقى ايه بالسالب جميل جدا نظريت دي مواظر لو كان النون عدد نسبي فلما حط هنا القس نون بنزل القس اضربها في الزاوية يبقى جت ها زا اتا جا ها والسنون يسوي جت نون ها زا اتا جا نون ها ازاي نجيب الجزور التربعية هنجيبها بره بالطريقة الجبرية ومره باستخدام نظريت دي مواظر اخر حاجة عندي الجذور التكعبية للواحد الصحيح هي واحد وسالب نص زا الجزر لتلاتة على اتنين المرة التانية سالب نص ناقص جزر لتلاتة على اتنين دي الجذور التكعبية للعدد واحد خوص الجذور التكعبية دي قال لك التلات جذور دول واحد منهم حقيقي هون والاثنين دول مركبان ومترافقان يعني حاصل ضربهم هيسوي ايه خلي بالك لما ديجي تضرب دول مع بعض هيطلع ايه حاصل ضربهم بيطلع نفس التانية او لما ديجي تربع قال لك لهم نفس المقياس وهو الواحد وسعتهما الاولان صف وقعدين زاوية 120 زاوية 240 الخاصية مربع اي جذر من الجذرين التكعبين يسوي الجذر الاخر يعني لما تربع الجذر ده يطلع الجذر التاني طب احيانا بقى نشيل الجذر ده ونسميه بامجة والجذر ده امجة تربيع يبقى الجذور واحد وامجة وامجة تربيع مجموحهم هيسوي ايه صفر حاصل ضربهم سيم في امجة في امجة تربيع بيسوي واحد لو امجة قسي تلاتة نون بيسوي واحد لو امجة قسي تلاتة نون زاوية واحد بيسوي امجة آخر حاجة عندي نتيجة بتسوي إيه بقى؟ أومجة تربيع نفس أومجة بتسوي موجة بوسالب جزر 3 إيه إلى 3 تعالوا بقى نشوف إحنا عملنا إيه؟ إحنا عندنا 3 أبواب الدولة الحقيقية والمنطق الرياضي والأعداد المركبة كده إحنا مشينا ولفينا في الدروس بتاعتنا كلها على أساس لما نيجي نبدأ إن شاء الله شرح المنهج يكون سهل عندنا وبسيط ونحاول إن شاء الله نضع هذه الأوراق في ملف BDF وننزلوا ليكم على صفحة القناة على اليوتيوب أو الفيس إلى هنا تنتهي حلقة اليوم مع وعد بلقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته